اشتركوا في القناة نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت ويتهن به المريض أو يشربه أو لا وجوابي على هذا أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما سميته في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول له أصبعه بريقه ويمسعه بالأرض ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا ولك ورد عن السلام والأئمة ما يقتضي جواز ذلك أن القاري يقرأ في القرآن في الماء ويشربه المريض هذه من جهة أصل هذه المسألة أما من جهة الأخذ الذي يوضع عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح للإنسان محل ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت وصنعت أيضاً أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن فتلعت الكرسي بعشرة والفاتحة بعشرين وهكذا هذا غلط وسبحان الله فيما أظنه أن ذلك لا ينفع لأن هذا القارئ لم يكن مخلصاً في قراءته صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم لأن نفوسهم تنفع ويعتقدون أن ذلك ينفعهم والاعتقاد له تأثير قوي جداً على البدن لأن البدن تابع للنفس فإذا طمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثراً بلا شك أفهمت؟ لحذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني لقر أن لا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين ثم إن يعطوا شيئاً وقبلوه فلا بأس بذلك وإن تركوا أيضاً حتى بدون شر فهو أفضل بلا شك أما أن يجعل هذا شيئاً كما وصفت شيئاً مقنن وكأنها صيدلية يختلف في الدواء فهذا غلط لكن هنا مسأح لو أن أحد قال أنا لا أقرع على هذا المريض إلا بكذا وكذا وهذا غير مسأح المال فهل يجوز أن قد جاءت السنة بجوازه جاءت السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوه فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقرباً لدغت وكانت شديدة فقالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ لعل فيهم قارئ أن يقرأ عليه فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلاً وعينوا لهم قطيعاً من الغنم قالوا لا بأس فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لديه يتلوى من السم فجعل يقرأ عليه في سورة الفاتحة فقام هذا الأذيق كأنما نشط من عقال يعني قام سليماً ليس فيه شيء ثم أخذ الغنم وعاجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستبتوه في ذلك فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم اللهم صلى الله عليه وسلم قال ضربوا لي معكم بسهم هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك لكن لأجل أن تطيب نفوسه بأخذه ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر